على مدى سبع سنوات دأبت ميليشيا الحوثي على رفض أي تحركات أممية لوقف الحرب في البلاد على الرغم من الكثير من التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية فبعد أيام من قبول الشرعية لشروط ميليشيا الحوثي المتمثلة بفتح جزئي لمطار صنعاء وإدخال سفن الوقود وتخفيف الحصار على موانئ الحديدة إلا أن ميليشيا الحوثي عادت لفرض اشتراطات جديدة عقدت من جهود الأمم المتحدة الساعية لوقف الحرب الملفت في اشتراطات ميليشيا الحوثي الجديدة مطالبتها التحالف والشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي قبل الدخول في عملية سياسية وهي التي لا تزال تعمد لفرض جبايات كبيرة على المواطنين في مناطق سيطرتها فضلا عن رفضها صرف رواتبهم منذ أكثر من أربع سنوات الرفض الحوثي المتواصل الجهود الأممية المبذولة دفع بالسفير الفرنسي في صنعاء لمطالبة الميليشيا بالتقديم تنازلات حقيقية تساهم في رفع المعاناة عن ملايين المواطنين في البلاد والدعوة لفتح الطرقات في تعز خلال سنوات الحرب عمدت ميليشيا الحوثي إلى مضاعفة معاناة المواطنين من خلال وقف صرف رواتبهم واستخدامها لتمويل حروبها خاصة أولئك الذين يقبعون في مناطق سيطرتها في وقت ترفض فيه الجلوس للوصول لحل سياسي وهو أمر دفع مراقبين إلى تأكيد عدم وجود رغبة حقيقية لدى الميليشيا للوصول لحل سياسي ما يعزز من الدعوات التي تطالب بفرض حلول عسكرية تفضي إلى تحقيق السلام ترجمة نانسي قنقر